قول لي أنت إيه اللي مدايقك في كده؟ طبعاً لازم يبقى عندي مشكلة لأن أنا وراجد ده كان بيقعد وراي في الامتحانات لما كنا في الجامعة وكان بينقل كل الإجابات مني أنا هو كان حد غابي جداً وفاشل جداً إنما بقى شخص ناجح ورجل أعمال أنا مش عارف إزاي كده إيه اللي بيحصل ده مش منطقي أبداً؟ لو مدايق قوي حاول تبقى ناجح زيه بص الراجل يا نوع عمل إزاي؟ شوفي وشه منفخ إزاي ده أنا ببصره بالعافية طب ما تحاول تعمل حاجة نفسه بيها ممكن تسافر توكيو زي ما هو عمل أو حتى تسافر نيويورك ده أنت ما تعرفش تعمل مصنع في الحي بتاعنا ده ليه بقى بطل كلام عنه؟ اسكوتي خالص وبطلي كلام عنه بقى أنا مش قادر أسمع اسمه بوداني وكل حاجة أنوراج، 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 أنوراج أنا مش عايز أسمعك بتقولي اسمه تاني فهم كلامي ولا لا أنا حقول اسمه تاني وكمان هفضل أقوله كل شوية أنوراج، 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 أنوراج سكوتي هو أنت بتقولي أنا سكوتي؟ أيوة بقولك سكوتي وهقولها كمان مرة سكوتي، خالص مش، هسكت وتفضل اطلع برة وما تعودش في بيتي بتقولي بيتي عادي كده؟ بالزبط، بقول بيتي عادي كده مفيش هنا حاجة تخصك يعني إيه؟ أنا مفيش أي حاجة هنا تخصني؟ بقى مفيش أي حاجة هنا بتاعتي؟ ماليش؟ في حتى ذكرة حلوة؟ اللي أنت بتقولي ده أنت بجد جرحتيني في قلبي بكلامك القاسي ده ما هو ده بالزبط اللي أنا عايزاه أنا عايزة أجرحك عشان هي دي أساس المشكلة إنك ما تجرحتش فلما تتواجع تعمل أي حاجة مفيدة جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية